خلونا نبتدي مع حضرتكم الأخبار اللي حصلت إمبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع إمبارح تابع فيه جهود تطوير البحيرات الطبعية ووجه سيادته بإعداد دراسة متكملة لتعظيم الاستفادة من الثروة السماكية في بحيرة ناصر وكمان تطوير أليات الصيد في بحيرة المنزلة لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ياسمين فؤاد وزيرات البيئة والسيد السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الرأي والموارد المائية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السماكية والمهندس عمر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري ولواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السماكية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراد جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية خاصة بحيرتي المنزلة ونصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر وذلك استمرار لجهود الدولة ذات الصلة حيث شهدت البحيرة تغيراً كلياً ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البوغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكركات الهملاقة ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطة معالجة سلاسية فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوزن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه النقية سعادت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كماً ونوعاً وقد وجه السيد الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة وذلك من خلال تطوير قدرات وأليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة وما لذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي باعتبار أن البحيرات تمثل حضانة طبيعية لإنتاج الأسماك كما اتبع السيد رئيس جهود تطوير بحيرة ناصر موجها سيادته بأداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السماكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانات الصيد بها الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي إلى جانب جهود توفير المقننات المائية فضلا عن معالجة التحديات القائمة وذلك بالتنصيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسمة لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي حانوا بعد تكلفات سيد الرئيس بتطوير وتنمية البحيرات في مصر سواء البحيرات الطبيعية أو البحيرات الصناعية وده الاستعادة التوازن البيئي وحنا شايفين طفرة بتشهدها هذه البحيرات وكمان الناس صيادين اللي شغالين في هذه البحيرات ادكوا بقى المنزلة ناصر البردويل البرولوس في تطوير في بحيرات مصر كلها لما نجد نتكلم عن بحيرة ناصر تحديدا وديه تاني أكبر بحيرة على مستوى العالم كله بتخزن المياه موجودة طبعا خلف السد العالي بتخزن مياه السيول بنستفيد من هذه المياه في كل حاجة بنستفيد منها في الزراع والري بنستفيد منها بعد معالجتها طبعا في مياه الشرب وفي الصناعة وفي الملاحة وغيرها وكمان بنحافظ على هذه المياه بتعمل لها بشكل ربع سنوية بسانت اختبارات عشان نتأكد بأن هذه المياه صلاحة منعين عنها طبعا تماما الصرف الصناعي والصرف الزراعي والصرف الصحي فبالتالي هي مياه نقية وفي نفس الوقت بتنتج صروة سماكية وإنتاج الصروة السماكية أعتقد أنه بيزيد خلال الفترة اللي فات من الاستزراع السماكي انتعرف أن احنا مصر بقت المركز السادس عالميا في إنتاج الأسماك يعني البحيرات دورها كبير قوي لأن لها مرضود اقتصادي وتجاري مهم جدا علينا كلنا كمصريين احنا بنتكلم في 2014 كان تقريبا انتاجنا من الأسماك 42 ألف طن احنا النهاردة بننتج حوالي 85 ألف طن فيه 40% وأكتر كمان زيادة في إنتاج البحيرات دي كمان وأو الصروة السماكية من حاجات اللي فعلا مهمة جدا وحلوة قوي اللي حصلت في الفترة اللي فاتت طيب هنروح مع حضراتكم لمجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي واللي بيعتبر الذراع الاستثماري للدولة المصرية كمان متابعة ملفات وزارة الصناعة وتأكيد رئيس الوزراء بأنه قطاع الصناعة بيحظى باهتمام السيد الرئيس لأنه ليه دور كبير جدا فيه نمو الاقتصاد المصري في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي اللي بتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة اللي جاية رئيس الوزراء قال إنه صندوق مصر السيادي بيقوم بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية وبيعمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد كمان مبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة وأكد على إن قطاع الصناعة بيحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه ليه دور كبير في تحقيق نمو الاقتصاد المصري والدولة بتشتغل على دعم القطاع من خلال تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز الاستثمارية مبارح برضو استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15187 وظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية وقال إن الكفاءة والجدارة هي المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة أيضاً مبارح شاهد رئيس الوزراء توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمتر الأنفاق بواقع 40 قطار جديد وده من خلال تحالف شركة هايونداي الكورية الجنوبية والشركة المصرية لإصناعة السكك الحديدية برضو مبارح نفت الحكومة الشائعات التي تم تدولها بأنه هيتم منح كافة الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021-2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور التاني المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم واللي قالت إنه الكلام ده مش حقيقي وإنه قواعد امتحانات الدور التاني بتنص على حصول الطالب الراسب في الدور الأول على 50% من درجة المادة ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب اللي تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعزر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور التاني بالدرجة الفعلية اشتركوا في القناة